السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم شرح الدرس الأول من مادة الثقافة العلمية بدنا نشرح أول درس أول إشي قبل ما نشرح أول درس بدنا التقاني العلمية بتتكون من البوليمرات الديهانات المنظفات البوليمرات اللي هي الدرس الأول البوليمر هي كيلة ملاتينية من مقطعين الأول بولي اللي هي معناته متعدد الثاني مير وهو الأجزاء أي أن البوليمر يعني متعدد الأجزاء هلأ تعد البوليمرات أحد منتجات التقاني الكيميائية يعني هي من التقاني الكيميائية تدخل في إنتاج كثير من المواد المستحدمة في مجالات الحياة كالصناعة صناعة أشي منصنع منها الملابس الأحذية ثلاثة العلب والأكياس البلاستيكية أربعة كثير من أجزاء السيارات خمسة أنابيب المياه قديما استخدم الإنسان البوليمرات والألياف الطبيعية فصنع ملابسه من القطن الصوف الحرير جلود الحيوانات إحنا قلنا في ملابسه هلأ في طعامه الناشا والبروتينات في القرن التاسع عشر نجح الكيميائيون في تحضير بعض البوليمرات الصناعية بعد أن تعرفوا على تركيب البوليمرات الطبيعية هلأ البلمرة يمكن تشبيه عملية البلمرة بعملية الليجو عند الأطفال أو المكعبات البلاستيكية من قبل الأطفال حيث يتم بناء قطع كبيرة من قطع صغيرة كيف إحنا عندنا الليجو مثلا إنها بتكون قطعة صغيرة وإحنا منتكون قطعة كبيرة نفس الإشي البلمرة عملية البلمرة هلأ البلمرة هي تفاعل كيميائي يتم فيه اتحاد أعداد كبيرة من جزيئات صغيرة يعني إحنا نفس الليجو إشي كبير من إشي صغير جزيئات صغيرة اللي هي المونو ماروت اللي تكوين جزء كبير دي كتلة مولية عالية أو البوليمر ماذا ينتج عن التحكم بعمليات البلمرة؟ ينتج بوليمرات متنوعة قد تكون ذات سلاسل إما طويلة أو قصيرة أو متشابكة أو قد تكون مبنية من نوع واحد من أنواع مختلفة من المنمرات البوليمرات تعد من المواد الصلبة في درجات الحرارة العادية يعني هو صلب المنمرات فيمكن أن تكون المنمرات إما أن تكون غازية أو سائلة أو صلبة يعني البوليمرات صلبة أما المنمرات إما أن تكون غازية صلبة سائلة اختلاف البوليمرات تختلف البوليمرات طبعا اختلاف كيف تختلف؟ نوع المونمرات التي تتركب يعني حسب النوع حسب العدد عدد المونمرات وانتظامها في سلسلة البولمير طبيعة بناء السلاسل في البولمير اما سلاسل متفرعة او يعني سلسلة وحدة قوة التجاذب داخل السلاسل او بين سلاسل البولمير هلا احنا بدنا نعيد كمان مرة البولميرات البولمير كلمة لاتينية من مقطعين الاول بولي معناته متعدد الثاني مير الاجزاء اي ان البولمير يعني متعدد الاجزاء تعد البولميرات احد منتجات التقانة الكيميائية تدخل في انتاج كثير من المواد المستحدة في مجالات الحياة الصناعة باش نستخدمها بالملابس بالاحذية بالعلب والاكياس البلاستيكية كثير من اجزاء السيارات خامسان انابيب المية قديما استخدم الانسان البولميرات والالياف الطبيعية فصنع ملابس من القطن ثانيا الصوف ثلاثة الحرير اربعة جلود الحيوانات استخدم البولميرات في طعامه مثل النشا البروتينات في القرن التاسع عشر نجح الكيميائيون في تحضير بعض البولميرات الصناعية بعد ان تعرفوا على تركيب البولميرات الطبيعية هلا البلمرة هلا البلمرة البلمرة بتشبه لنا لعبة الليجو عند الاطفال يعني قطع صغيرة بتكون قطع كبيرة يمكن تشبيه عملية البلمرة بعملية الليجو او المكعبات البلاستيكية عند الاطفال حيث يتم بناء قطع كبيرة من قطع صغيرة البلمرة هي تفاعل كيميائي يتم فيه اتحاد اعداد كبيرة من جزيئات صغيرة اللي هي المونمرات يعني المونمرات كأنها الإطعال الصغيرة في الليجو البوليمرات الإطعال الكبيرة لتكوين جزء كبير ذو قتلة مولية عالية يعني هو البوليمر ماذا ينتج عن التحكم بعملية البوليمرات ينتج بوليمرات متنوعة قد تكون ذات سلاسل إما طويلة أو قصيرة أو متشابكة أو قد تكون مبنية من نوع واحد من أنواع مختلفة من المونمرات